حبائي أي شخص يؤسس خلينا نسميها دين أو يكون مؤسس لابد أن يكون عنده المصداقية لابد أن يواجه المحاسبة ولابد أن تكون رسالته مقنعة ولابد أن تكون حياته خارقة متميزة وأي شخص بيجي قبل أو بعد حتى بعد المسيح يعني لازم يكون رسالته أعظم رساليته أكبر ولازم يكون عنده برهان أقوى من اللي فعله يسوع المسيح الرب مثلا في العهد القديم اختار موسى وأيده بقوة الروح القدس وموسى كان رجل الله كما يقول عنه الكتاب طلع شعب إسرائيل أخرجهم من أرض العبودية من أرض مصر حتى يذهبوا إلى أرض كنعان الرب رافق موسى بآيات وعجائب ومعجزات وتأييد إلهي حتى فعلا تكون مهابة الرب موجودة في موسى ولكن موسى يتميز أنه جاء أو أتى بالشريعة شريعة الله وهي الوصايا العشرة وهي الوصايا ما زالت تستخدم حتى يومنا هذا مع الوصايا أعطى الرب شرائع عديدة لشعب إسرائيل حتى شو بيأكلوا شو بيشربوا كيف بيصلكوا في يعني في أمور كل أمور الحياة فتميز موسى كما يقول كتاب أما النموس فبموسى أعطيه أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار ولكن الكاتب إلى العبرانيين يقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه أي في يسوع المسيح الذي هو الإعلان النهائي الإعلان الكامل لا يوجد إعلان بعد هذا الإعلان وهل يعقل عندما الله يرسل ابنه كلمة الله يأتي بإعلان آخر مكتوب عن يسوع الذي وهوى بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطيانا جلس في يمين العظم في الأعالي صائرا أعظم من الملائكة بمقدار موارث اسما أفضل منهم فالكتاب يتكلم عن سمو وعن رفعة المسيح في كل الصفحات سواء موسى سواء يونان سواء سليمان سواء داود سواء أي نبي في العهد القديم بيتكلم عن تفوق المسيح على إبراهيم إبراهيم رأى يومي فتهلل فإذا أحباء نحن نتكلم عن يسوع المسيح الذي اتخذ جسدا في ملء الزمان وجال يبشر ويعلم ويكرز ويصنع خير ويعمل أمور خارقة